لو سألت اي واحد بيروح الجيم ايه اكتر تمرين مشهور هيقولك البنش برس بس هو التمرين ده مهم فعلا ولا ممكن ما لعبوش اصلا طب لو قررت خلاص ان انا لعبه ازاي تجنب الاصابات وخصوصا اصابات الكتف والاهم من ده ازاي تجنب واحد يجري من اول الجيم من اخره عشان يجي يقوللي على فكرة انت بتلعب غلط يا كوتش كل ده واكتر هتعرفه في اول حلقة من سلسلة على فكرة انت بتلعب صح من انفورمال جاهزين؟ يلا فينا السلام عليكم معكم حسين سيد واول حلقة من سلسلة على فكرة انت بتلعب صح من انفورمال والسلسلة دي هدفها ان انا اشرح التمرين المهمة اللي في الجيم ازاي تلعبها صح مية في المية عشان ما يجيش حد يقولك على فكرة انت بتلعب غلط بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك تعملوا سبسكرايب تشغلوا جرس التنبيهات وعلى فكرة يا جماعة الكلام ده بيساعد وبيشجعني ان انا نزل محتوى على طول كمان اللايك على الفيسبوك والفول على الانستجرام ولو عايز تشترك معي في التدريب اونلاين خش على انفورمال اوان ايتي سايم لك اللينك في الديسكريبشن ويلا نخش في الحلقة لو عملنا استفتاء كده للناس اللي بتروح الجيم على اشهر تمرين بيتمرنوه في الجيم حيقولولك البينش بريس شهرته جاية من ان الناس زمان كانت معتمدة عليه اعتماد اساسي في اي تمرين تشست ده يا راجل تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من الناس اللي بتروحوا الجيم وهتتمرن تشست ما بتقولش انها هتتمرن تشست بتقول انها هتتمرن بينش على اسمه واهمية التمرين ده برضو ان هو حاجة اسمها كومباوند موفمينت يعني تمرين مركب بيشغل عضلات كتير في الجسم وانت بتتمرن زي اخواته مثلا الديد لفت والسكوات بس الحلوة ما يكملش لانك لو ملعبتوش بتكنيك صح هتعرض نفسك لاصابات مفصلية وخصوصا مفصل الكتف كتير قوي ويا ما ناس قاعدت في بيوتها بسبب اصابة في الكتف اتعرضوا لها لما كانوا بيتمرنوا التمرين ده وفي الحلقة دي هقولكم ازاي تلعب التمرين ده بتكنيك صح عشان تتجنب الاصابات المفصلية وتعرف تزود الاوزام فيه بكل امان بس الاول لازم نسأل نفسنا سؤال ايه هي العضلات المستهدفة من التمرين ده لو جينا كده عملنا لستة بالترتيب للعضلات المستهدفة من التمرين ده هنلاقي ان اول عضلة هي البكتراليس ميجر او عضلة السدر وعضلة التشست متكونة من جزئين الجزء العلوي والجزء اللي تحتيه السترنال هيد والسترنال هيد متجونة من الجزء اللي في النص والسفل فالتمرين ده تركيزه الاكتر على السترنال هيد كمان بيشغلك عضلة التراي والكتف الامامي فبتمرينة واحدة يا معلم ممكن تشغل العضلات دي كلها نيجي بقى للجزء الرئيسي من الحلقة ازاي اتمرن التمرين ده بتكنيك صح تعالوا واحدة واحدة ناخدها خطوات اول خطوة هي وضع راسك على البنش هل تبقى ورا كده ولا تبقى قدام كده هو الحقيقة الاتنين غلط الصح ان عينك تكون تحت البار بالزبط ده هيزبط لك مكان جسمك كله على البنش او الذك تاني خطوة وضعية جسمك تبقى ازاي على البنش ناس كتيرة اول ما تنام على البنش بتخلي ضهرها فلات زي كده وده مش وضعية صح الصح انه يبقى فيه قرش بسيط او كوس بسيط في ضهرك ده اللي هيساعدك انك تلعب بامان وتزود الاوزان وتتفادى بعض الاصابات وعلى فكرة القرش او كوس ده مش لازم يكون كبير خالص ممكن يكون بسيط قوي بس المهم التلات نقاط دولت ما يكونوش على نفس الخط طيب اعمل القرش او الكوس ده ازاي عندك طريقتين الاولى وانتنام امسك الريك وحاول تغرس ترابيسك في الدكة وترفع ضهرك من فوق وتركز ان المؤخرة لمسة البنش والطريقة التانية هي انك ترفع رجلك من على الدكة وترفع كمان المؤخرة وتغرس ترابيسك في الدكة وتنزل رجلك واحدة واحدة هتلاقي نفسك عمالة القرش ده وهنا لازم تتأكد من ثلاث حاجات راسك ترابيسك والمؤخرة لمسين الدكة ثلاث خطوة هنا هي وضعية رجلك ناس كتيرة بتنسى رجلها وهي بتتمرن او بمعنى تاني ما بتعرفش تحط رجلها فين وهي بتتمرن رجلك مش كده ولا كده لا 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 ولا كده برضو احنا مش على قهوة رجلك تكون على الارض ورجع اكتر مسافة ممكنة الورد بشرط تكون لمسة الارض وتكون في شكل سبعة بكده هتعمل حاجة اسمها لك درايف هتديلك سبعة اكتر وهتخليك تشين اوزان اتقل وتتفايد الاصابات رابع حاجة وانت نايم على الدكة حاول تتأكد انك عامل حاجة اسمها يعني تضم لوحين الكتف على بعض ده هيخليك في وضعية امان اكتر تتفايد الاصابات وهيخليك تركز اكتر على السدر الخطوة الخامسة امسك البار منين قعد عامة عايزك تعرفها كل ما دايقت مسكتك للبار كل ما التمرين ده ركز على التراي والكتف الامامي اكتر كل ما وسعت المسكة كل ما كان التركيز على عضلات السدر اكتر وهتعرف تشين اوزان فيها اكتر بس لو وسعت اوي المشكلة هيبقى فيه ضغط على الرست كبير وهنا متعرضوا للاصابة فحاول توسطا المسكة مفيش حتة معينة كل لازم يمسك منها عشان طول ايديك بيتحكم في الموضوع ده كل واحد فينا عنده طول ايدين غير التاني فانت المفروض تجرب وتشوف ايه اللي اريح لك حتى لو خليت العلامة اللي على البار دي تمسك من بعدها بشوية لو استريحت من المسكة دي تمام لو قادر توسع ووسع شوية المهمة تكون مستريح وانت ماسك البار كمان فيه ناس كتيرة بتستريح في المسكة دي والمسكة دي اسمها سويسايد جريب يعني المسكة الانتحارية بتتسمى كده عشان هي بتعرضك لخطر كبير جدا ان البار يفرت من ايدك ويوه عليك فحاول عشان الامان تمسك المسكة الكاملة ولف صبعك الكبير على البار الخطوة الستة هي وضعية الرست وانت ماسك البار بلاقي ناس كتيرة بتشيل البار بالطريقة دي الرست عندها بيبقى رامي خالص وده بيخلي الضغط عليه عالي قوي كل ما تزود وزن بتشايله اكتر فبتعرضه للاصابة اسرح الصحة هنا هو ان الرست يبقى تحت البار بالزبط فحاول تتأكد هنا بعد ما تشيل البار انك تلف في ايدك عشان تتأكد ان الرست تحت البار عرطول الخطوة السابعة وهي زاوية كدفك وكوعك اللي لازم تركز فيها قوي 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 عشان ديه المسؤول عن اصابات كدفك حاول تدخل كوعك لجوه شوية عشان يعمل زاوية من 30 ل 45 درجة مع كدفك بس ما تعملش فيها حريص قوي وتضم قوي عشان برضو ده ممكن يسبب اصابة خير الامور الوسطة الخطوة التامنة هو الرينج او موشن او المدى الحركي للتمرين ده المدى الحركي للتمرين ده زي ما انتو شايفين دي وضعية البداية لحد ما البار يلمس الجزء السفلي للشست عندي وبعد كده نطلع تاني اللي الناس برضو بتغلط فيه ان هي ممكن تنزل للسدر من فوق او من تحت قوي برضو لو انت مش عارف تخلي البار يلمس سدرك يبقى خفف في الوزن عشان الوزن اللي انت بتلعب به ده تقيل المدى الحركي الكامل زي ما قلنا هو من وضعية البداية كده لحد ما يلمس السدر تحت وبعد كده نطلع تاني الخطوة التاسعة وهو مصاري البار ناس كتيرة قوي منهم انا في الاول مثلا كنت بطلع وانزل بالبار في خط مستقيم بس ده تعمل عليه ابحاث وطلع مش اصح حاجة عشان هنا وانت طالع بتخلي فيه ضغط كبير على كدفك الامامي لازم تكون نازل وطالع في خط ميل كده تنزل تلمس تحت وتطلع فوق مكان ما بتدين الخطوة العشرة والاخيرة هي النفس ايوه زي ما انت سمعت النفس ده خطأ قاتل بيحصل في كل تمارين الجيم تقريبا ان الناس ما بتعرفش تاخد نفسها وتطلعه امت في التمرينة دي وانت بتنزل الوزنة هتاخد شهيك وانت بتطلع البار او بتضغط عشان ترفعه هتطلع نفس هتطلع زفير لو ما عملتش كده انت ممكن تكون معرض ان يجي لك فتاق لقدر الله ربنا يبعد عنك وكل شهر طيب دي كانت اهم عشر خطوات لازم تعملها عشان تعمل التمرين ده بتكنيك صح مية في المية انا عارف انك ممكن تكون تهتي مني فتعالي ناخد ملخص للعشر خطوات ده واحد راسك وعنيك يكونوا تحت البار اتنين عامل قرش او كوس بسيط بدهرك تلاتة رجع رجلك لورا اكبر مسافة بس يكونوا لمسين الارض اربع لوحين كتفك مضمومين على بعض خمسة البار يتمسك من الوسط او اوسع شوية على حسب ارتياح كتفك ستة الرست تحت البار مباشرة سبعة الكوع عامل زاوية من تلاتين لخمسة واربعين درجة مع الكتفة تمانية انزل بالبار لحد ما تلمس السدر تسعة اطلع بالبار بخط ميل عشرة طلع زفير وانت بتزق الوزن الفور بس كده طبق الخطوات دي وهتكون في تمرين البنش بريس وخليك فكر حاجة قبل ما تفكر انك تزود الاوزان افتكر ان التكنيك الصحة اهم من الاوزان مليون مرة ممكن التكنيك ده ما يزبطش معك من اول مرة عادي حاول مرة واثنين وثلاثة برضو لو عايز تتأكد انت بتلعب التمرين ده صح ولا لأ ممكن تصور نفسك فيديو تنزله على الستوري عندك وتعمل منشن لانفورما وانا هقول لك انت بتتمرن صح ولا لأ وإيه الحاجات اللي المفروض تزبطها في تمرينك واكتر فيديوهات هتعجبني هعمل لها ري شير عندي على اكاونت بتاع الانستجرام وفي الاخر لو شايف ان الفيديو مفيد ما تنساش تعمل شير عشان تفيد ناس تاني غيرك وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات عشان الحاجات دي فعلا هي اللي بتجدين رسالة ان انكتوا عجبكم المحتوى واكتب لي في الكومنتات تحت ايه اكتر تمرين انت عايز نتكلم عليه الحلقة الجاية وافتكر بعد كده ان لما اي واحد يجي يقولك انت بتلعب غيره تقوله على فكرة انا بالعب صح سلام اشتركوا في القناة